النبي محمد صلى الله عليه وسلم علمنا أن غمسة واحدة في النار تنسيك قل لنعيم الجنة كل نعيم الدنيا ولو كنت من أغنى الأغنياء في الدنيا إخوانا نار خلقها الله لأعدائه خلقها الله للجبابرة خلقها الله لكل متكبر جبار لكل كافر لكل مشرك لكل منافق لكل من يأكل أموال الناس بالباطل ولو كان حرا قرشيا والجنة جعلها الله لكل طائع ولو كان عبدا حبشيا إنها النار يا إخوة ليس لأحد عليها صبر ليس لأحد عليها طاقة ليس لأحد عليها قوة مصيبتها ليست كسائر المصيبات حزن أهلها ليس كسائر الأحزان نبأها خطير شأنها عظيم حزنها فضيع قعرها بعيد مقامعها حديد حرها شديد طعام أهلها الزكوم والضريع وشرابهم الحميم والغساق والصديد عيازا بالله تعالى إنها النار أهلها لا ينامون ولا يموتون لا ينامون ولا يموتون ولا يستريحون ولا يخرجون ثيابهم نار طعامهم نار فرشهم نار يجلسون على نار اللهم سلم سلم اللهم نجينا من النار كل أسمائها تملأ القلب بالرعب جهنم النار دار الشقاء السعير الهاوية الحطمة التي تحطم عظام أهلها الهاوية يرمى بصاحب النار بالمقلوب فيهوي سبعين سنة إلى أن ينزل إلى قعرها المؤصدة الموقدة العذاب فيها أنواع والشقاء فيها أصناف فيها من العذاب والشقاء ما لا يدركه خيال ما لم تسمع به عين ما لم تسمع به أذن ما لم تره عين ما لم يخطر على بال عيازا بالله تعالى أنا بس عشان أقرب لك الصورة أنت حضرتك عارف أخف عذاب أهل النار هو عذابه أبي طالب أبو طالب عذابه أخف عذاب في النار توضع الجمرة تحت قدمي يغلي منها الدم في دماغه في نعلين يغلي منهما الدم في دماغه في ضحضاح من نار هذا الجمع بين الروايات النار يدوب وصل الحد كعبيه يغلي منها الدم في دماغه إطلاق ترجمة نانسي قنقر